في المناسبة كمان انبار احتلع قرار 100 من 2 من الاتحاد الافريكي لكرة القدر بيعلم من خلاله ان يا جماعة حيتم منع اي نادي اي نادي عليه قضايا او احكام نهائية من المشاركة في البطولات الافريكية اهو لجنة الترخيص في الكاف اتخذ القرارا بمنع اي نادي عليه قضايا او احكام نهائية من المشاركة في بطولات الاندية الموسم المقبل القرار ينطبق على اي نادي تعرض لحكم نهائي من الاتحاد الدولي او المحكم الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم يسوي الحكم حتى نهاية مارس يعني حضراتكم الكلام واضح اهو مش محتاج ان احنا نفسره فاي حد بما فيهم يا جماعة النادي الاهلي اهو لو النادي الاهلي عليه اي احكام يا جماعة وفي اي خطابات من الاتحاد الافريكي بخصوص اي نادي وفي اي قضايا من الاتحاد الدولي متاخد فيها احكام نهائية بعد اذن حضراتكم اطلع اقولوا اشتغلوا مع الناس بالشفافية تعاملوا مع الجمهور المصري بالشفافية مع الاندي المصري بالشفافية وهنا الرسالة موجهة الاتحاد المصري بالكورت القدم والقائمين على الاتحاد والمسؤولين داخل الاتحاد المصري بالكورت القدم ما تخبيش ما تخافش ما تخافش لانت بتطبق لوائح وقوانين وبتطبق احكام فطرى ما حضرتك بتطبق احكام اذا هتخاف من ايه ما فيش اي حاجة تخوف وانا اعي كلامي تماما فبالتالي وانا هنا مش وكلم عن النادي بعين والله انا هو بتكلم في حالة في حالة تاني في حالة تواجد اي احكام قضائية نهائية على اي نادي مصري تمام خلال الفترة اللي فاتت بالتالي لازم الاتحاد المصري يزر هذه الخطابات ما يخبهاش زي ما حصل في البطولة اللي فاتت بتاعة دوري ابطال افريقيا وزي ما حصل من بعض المسؤولين السابقين داخل الاتحاد المصري الكورتكاد بنتفاجئ بخطابات عد عليها سنين واشهر ومش عارف ده لصالح مين ايه الهدف من كده ليه الاتحاد بيشتغل بالاسلوب ده فاحنا هنا حنتابع القضية وحنتابع الموقف وانا بقول لحضراتكم تاني هو اي نادي بما فيه من نادي الاهل انا طبعا وصك في النادي الاهل ان الاهل اصلا سيستمه ماشي لوحده الاهل اصلا عارف بيعمل ايه الاهل ما بيروحش يدفع فلوس قد كده وممكن يكون عليه فلوس اصلا قد كده مش ده الاهل اتمنى ان كل الاندي تكون على غرار النادي الاهل احنا بنتمناش اي ضرر لاي نادي مصر خالص بس احنا عايزين نمشي صح لان بناءا عليه بناءا عليه قد تتغير خريطة الاندية المشاركة في دوري الابطال ودوري او بطولة الكنفدرالية الموسم المقبل بالتالي ده امر مهم وقد لا تتغير احنا ملناش علاقة احنا بنتكلم في وقائع وفي امور عايزينها تتنفذ وقانون ينفذ بس احنا مش عايزين حاجة تانية والاهم من كل ده الشفافية ان الناس ما تخبيش الجوابات في الدرج احنا للأسف تعاودنا على الكلام ده شوفنا الكلام ده في موضوع نهائي دوري الابطال وشوفنا الكلام ده السنة اللي فاتت في بعض الاحكام اللي على بعض الاندية وشوفنا واضح ان الكلام ده مستمر فانا هنا برضو بطالب معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة بعد اذن حضرتك يا دكتور رائب الوضع ده رائب الوضع ده شوف الاتحاد بيتصرف ازاي وبيتحرك ازاي وبيشتغل لصالح مين مش بتهم والله قد نكون احنا مش واخدين بالنا ممكن نكون احنا غلط في الاخر يا سيدي مفيش مشكلة بس اشتغلوا بشفافية اعللوا الناس كل حاجة في وقتها بالجوابات بالخطابات بكل حاجة اي حاجة جديدة من اتحاد الافريكي لو قالك يا جماعة النادي اللي عليه مثلا حكم كذا ما يفعش يشارك ما تحاولش الداري لان بالمناسبة اتحاد المصري لكوردة القدم غرم عشرة الاف دولار السنة اللي فاتت ليه ليه عشان حصل حاجة شبه اللي بتحصل دلوقتي كان فيه ناديين عليهم غرامات او عليهم احكام قضائية نهائية وكان بناء على هذه الاحكام لا يطبق عليهم المشاركة في دور الابطال والكونفيدرالية يعني ما استوفوش شروط المشاركة عشان برضو ابقى دقيق معاكم في ايه في المصطلحات ما استوفوش شروط المشاركة فبالتالي الاتحاد حمل ايه ساعتها دارة خبي خبي بسرعة شيل في الادراج يلا خبي من اللي تغرم في الاخر الاتحاد الافريكي غرم الاتحاد المصري الكوردة القدم كل واحد عن كل نادي شارك يعني خمسة الاف دولار خمسة الاف دولار عشان انتوا يا جماعة اهو اتحاد الافريكي هو بقولكو اهو اتحاد الافريكي مش هدل قوي بس يلا عشان الاتحاد الافريكي بقولكو ايه انا قلتلك يا جماعة الفريتون دول ما يفعش يشاركو وانتوا خبيتوا الموضوع فحتدفع على ده خمسة الاف دولار غرامة عليك كالتحاد مصري عشان تخبيت وعلى ده كمان خمسة الاف دولار غرامة عليك كالتحاد مصري عشان تخبيت طب الفلوس دي الفلوس دي مين اللي حيتحسب عليها العشرة الاف دولار مين اللي حيحاسب؟ مين اللي حيتسئل على الفلوس دي؟ نتمنى ان يكون في محاسبة بوضوحة هو لازم يكون فيه قرارات فتالت مرة انا بقول للدكتور اشرف صبحي معالي وزير شهور رياضة بعد اذن حضرتك يا دكتور وكلنا ثقة فيك كبيرة ما تتركش هذه الملفات دون اي تحقيق وده دور حضرتك يا دكتور وانا واثق في الدكتور اشرف صبحي ثقة كبيرة جدا في بعض الاحيان بيتزلم في بعض الاحيان لكن في نفس الوقت اكيد حيكون فيه تحرك من خلاله اول تحرك التصريح اللي احنا يعني اسمعناه كلنا مبرحة وشوفناه يعني وكان منتشر جدا هو تصريح ايه؟ انه هو حيقاطب الاتحاد المصري لكرة القدر ما عرفت حقيقة اخفاء خطاب نهائي دوري ابطال افريقيا المتاع التنظيم وانه حيبعت لجنة تشوف ايه الحكاية فالاهم بقى دكتور بعد اذن حالتك يعني ان احنا عايزين النتائج احنا عايزين النتائج واحنا بنصد كل الثقة كل الثقة في وزارة الشباب والرياض وعلى رأسها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياض رجل دولة ورجل بمسئولية كبيرة جدا فحننتظر منه وده واجبنا او يعني ده حققنا عليه ان احنا نعرف النتائج احنا مش كبرنامج ولا كأمير ولا كأي قناة تانية ولا كأي نادي تاني لا كجماهير للقرى المصرية عايزين نعرف النتائج بس فحننتظر الجزئية دي وحنتابع الملف ونشوف الامور هتبقى ايه لان بصراحة الاخبار اللي زي دي والحاجات اللي بتعدي زي دي وبتستخبى زي دي مش مقبول خالص تكرارها ومش هيتسكت على تكرارها بس كده والله العظيم ما بستهدف الحديث عن اي نادي خالص والله العظيم وانا هنا ما بتكلم على حد بشكل علني بقول يا جماعة كذا بس انا بقول عن متن بقى ممكن النادي الناس كلها بتتكلم عنه ممكن يكون يا جماعة احنا ظلمينه فحيقدم الورق اللي يثبت انه اه مش مظلوم لو مظلوم خلاص مش مظلوم يطبق عليه القوانين بس بما فيهم الاهلي انا بقول لحركوا تاني هو بما فيهم الاهلي اي حد عنده اخطاء اي حد عليه قضايا واحكام هائية لازم تنفذ عليه ولازم تطبق عليه لان دي احكام يعني ما فيهش اي حاجة ده ملف او دي قضية اتدنا بيها الاقضية التالية